بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل عرض CNC Drilling Center وبنتكلم على الهول سايكل عشان نعمل الهول في الـ CNC أو نعمل لها البرغرامينج فبنقول ان أنا عندي في سايكل بتشتغل فيها الدرين ودي بتعتبر من أسهل السايكلز الموجودة في الـ CNC سينتر هيثقناها محددة بمجموعة من الـ commands اللي ما بنخرج عنها لحد ما ننهي عملية الهول سواء الهول هيتعمل الهول only أو هيتعمل بعد منه thread and so on فبنكي بقول الرسمة اللي قدامي بتوضح لي ان أنا عندي الأول ده الـ center drill بعمل هنا بحديد بيانت شايف ان الهول جاي على مرحلتين الهول من فوق ده اللي عملت بـ center drill عشان أقدر أهدد فين الهول أو مركز الهول الصح بعد كده بنتقل على يبقى ده رقم واحد اهو وبعدين بنتقل بعد كده على الـ pick drilling هادي ايه الـ pick الـ pick بيعمل ايه خلاص أنا حددت هدي الهول اتنين ثلاثة اربعة فبايجي بقول بعد كده عايزة أعمل الـ pick drilling فده همشي بقى الهول لحد نهايته فهمشي بالـ tool اللي موجود قدامي اللي هو ايه اعمل بيه الـ pick drilling وزي ما قلت في المقاطع الأخرى ان عملية الـ pick drilling ما بتتمش على مرحلة واحدة بتتم على عدة مراحل عندي بعض كده محتاج اني انا اعمل الـ thread داخل الهول اللي ان عملته فبعمل ايه الـ 2 tools اللي موجودين دول اللي هما بعمل بيهو عملية الـ threading او الـ tapping طيب الكود المستعملة الكودز المستعملة في الـ whole cycle او هبدأ بالـ g81 اللي هو بيقول ايه simple drill feed شو بصو بقى العملية بتتمزيل feed to depth and rabbits out of the hole يبقى انا اعمل مسافة معينة واطلع وانتهى الامر دي الـ g81 اللي هي بنعمل بيه spot drilling او center drill اما لو قيت للـ g83 اللي هيبقى pick drilling واللي feeds in specified distance يبقى اول حاجة هنزل الـ specified rabbits out to clear chips طلعت اللي chip rabbits back in and repeat يبقى بتتعمل على ثلاث مراحل اني انا في اول مرحلة عملت ايه ان انا feeds tos بس فات distance انزلت لمسافة معينة وبعدين طلعت ايبقى دي المرحلة التانية عشان اطلع اللي تشيبس اللي هو الرائش تالت مرحلة rabbit's path يبقى دي اه يبقى تلاث مراحل وهعيد كل مرة الى اني انا اخلص ايه الهول الى البوتون بتاعت بعد كده بنقول لي جي ايتي فور اني انا عايز اعمل 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 thread داخل الهول فبيقول لي right hand جي ايتي فور لي right hand tapping feeds to depth add to correct pitch automatically reverse and feed out ده الطريق اللي بعمل بها عملية التانية جي ايتي او جي زيرو لي cancel any whole cycle دي كده هي الهول cycle اللي احنا بنشتغل عليها نراكم ان شاء الله في المقطع القادم اللي بنعرض فيه برنامج لعملية الهول cycle السلام عليكم ورحمة طبعا